بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرتدين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل صحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على تعليقاتكم ودعواتكم وكلامكم طيب ربي جزيكم كل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم نرحب بالأعضاء الجدد اللي تحقوا بنا في القناتكم نتمنى لهم التوفيق والنجاح فضلا وليس أمرا لكي شاهد معنا الفيديو المرجو دعم الفيديو بجيم وبالبارتاج باش يبال العدد أكبر من الناس كما كتشاهدوا معنا موديل جلاب سراندا نحتاج الخدمة دينا حرير على جوش شعرات حرير دي القصبة مبروم على جوش شعرات بريم خفيف كما كتشوفو ما مزيرش يعني بزاف نحتاجوا كذلك لإيبر النمرة السبعة كما كتشوفو الخدمة دينا غتجي على طول الهبطة يعني من القدام هنا غنخلي الفتحاء ديال العنق كما كتشوفو بنيت العدد ديال الغراز اربعة ديال الغراز وهبط يعني معهم في الخدمة هالجوش دقات اللي كتشوفو ديال البناء الغراز من بعدهم خدمت اربعة ديال الدقات في التوب يعني المجموعة عندي ستة وهذه هي الدقة اللي غادي ندير دابة السابعة يعني تبعوا معي مزيان من بعد ما كنت ندير كما كنت لكم المجموعة ستة دقات ديال التوب ما نديرش هنا هي دابة السابعة لاحظوا مزيان شو ندير مباشرة سان مهد الغرزة اللي عندي هنا الاخيرة غادي معها حتى النهاية يعني المنحنة ديالها كما كتشوفو نحسب الفوق غادي نلقى ربعة الغراز يعني الغرزة الرابعة اللي كان نرفع بالإبرة بهذا الشكل شاهدو يعني غادي ندخل الإبرة من اليمين ليسار يعني وانا كان نرفع ذاك الغرزة الرابعة الفوق كنرجع بالخيط ديالي كما كتشوفو النقطة اللي انتقلت بها بالخيط وكان خصني ندير دقة ديال التوب ده بغادي ندير دقة ديال التوب عادي كأنني كنكمل الخدمة ديالي لاحظوا مزيان بعد هذا الدقة ديال التوب اللي كان نربطه بهذا الخيط اللي انتقلنا به ده بغا نكمل الخدمة ديالي عادي نخدم الغراز بربعة لاحظوا مزيان عندي هنا هي ثلاثة العوينة تبينين وناخد العوينة اللي عندي هنا الاخيرة اللي كنت انتقلت بها بالخيط باش نترز يعني قبل الثقة ديال التوب نترز يعني قبل الثقة ديال التوب كما كتشوفو كنكمل الخدمة ديالي ديال الغراز عادي يعني ربعة الغراز كنخدمهم كاملين تنهاية كندير دقة ديال التوب نفس الشيء كنجبت يعني من الجهتين قبل ما ندير دقة باش تجيني مساوية مع الدقة اللي سبقو تبغى نخدم معادي نهبط كنعمر الغراز ديالي كاملتا يعني بربعة تل الاخير كما كتشوفو الغراز كتبقى باينة في الخدمة ديالنا هادي الغرزة الرابعة كما كتشوفو يعني من بعد ما خدمت ربعة ديال الغراز ما نديرش دقة ديال التوب هادي انتقل مباشرة هنا كما كتشوفو الغرزة الرابعة دائما كتبقى عندي نفس الحساب اللي حسبت في الاول بشتو كان مرر يعني فيها الخيط من اليمين اللي ياسر كما كتشوفو كان جبدتك الخيط شوية اللي انتقلت بيه باش ما نبقاش مرخوف باش يجيني متروز فوق الخدمة ديالي يعني ميت مع الخدمة كما كتشوفو مباشرة بالخيط اللي رجعت بيه كان دير تقا ديالتو دا بغن نرجع لذك العوينات لالغرز باربعة غد نهزهم في الخدمة فاش كان جي طالع منهم الغرزة الاخيرة اللي كنت نتاقلت بالخيط باش نطرز يعني كنهزها دابا في الخدمة دابا كما كتشوفو كيتجبدنا تذك الخيط اللي مشينا بيه ورجعنا يعني فاش كان جبدو هاد الغرزة اللي كنا نتاقلنا في الاول بالخيط يعني كيتجبدت تفطرزة ديالنا ويجي فوق الخدمة يعني طايح يعني فوق الخدمة مكي يجيش مرخوف او مبوق يعني بزاف كما كتشوفو كنكمل الخدمة ديالي عادي وكندير تقا ديالتو غادي نهبط دابا عادي نفس الشاي كنخدم الغرز ديالي كاملاتا نهز ربعات الغرز باش بديت الخدمة ديالي من الاول هذه الغرزة دابا الرابعة كما كتشوفو ما نديرش دابا الدقة هنا في التوب نتاقل هنا كما كتشوفو الغرزة الرابعة كتبقى لنا دائما هي اللي كان نرفعه بالإبرة من اليامين اللي يصار كنقوا غادي نفس الاتجا يعني ديالنا كما كتشوفو هنا يا نتاقلنا بالخيط مباشرة دابا هنا يا بهذا الخيط غادي ندير تقا ديالتوب كأنني كنكمل الخدمة ديالي عادي وما ترز شي يعني شيء حاجة كما كتشوفو دابا غادي نهز ذاك العوينة اللي انتاقلت بالخيط بيها يعني ذاك الخيط غادي نجبدو دابا بهذا الغرزة اللي انتاقلت به في الاول يعني انا غا كنحاول نبيينها لكم باش تشوفوها لانها كتكون باينة هنا هي هي الاخيرة يعني في الخدمة ديالنا كتجي من الوراء الخدمة اخصكم يعني تخرجوها يعني الامان باش تبال لكم كنكمل الخدمة ديالي عادي كنخدم يعني يعني الغرز كاملة كان ديالتوب كما كتشوفو الخدمة ديالنا كتستلز غيم اللوجة ديالنا ديال الخدمة يعني هذه يعني المائلة مطروزة يعني فوق الحسيرة يعني في نفس الوقت كما كتشوفو الخدمة ديالنا كتجي مكمولة الترزة يعني من القنت تل القنت ديالتوب شتو يعني مختلفة اللي يخدموا الاخوات سابقا كتجي عند هاد ريجا ديال الغرزة يعني في واحد الجانب وكتجي يعني هاد المائلة ضعيفة يعني غيم جانب واحد كتجي يعني بينها كما كتشوفو كالكمل الخدمة ديالي نفس الشي دائما داك الغرزة الفوق الرابعة كتكون يعني الخيط عندها تزنابي يعني سابقا في الجانب يعني بحادقة غادي لكم دوبلو الخويط في الجانب ديال ذاك الغرز شتو يعني كنهز الغرزة اللي انتقلت بيها يعني في الاخير قبل ما ندير تقا ديالتوب كنهز هذا باية الاولى شتو يعني كنهز الغرزة الثانية وكذلك الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة شتو يعني كنحاول ما امكان الخدمة ديالي تمشي نفس العبار ديالتوب يجي متساوي نفس الحاجم صغير يجي يعني من الجوانب شتو يعني كنخدم عادي كنكمل الخدمة ديالي كنهبط كنخدم الغرز غير ما تساوي يعني وديرو هنا هيا ديالتوب قبل أن نقوم بعمل أي دقة في الجهة الثانية كما ترون نقوم بعمل الثقة نفس الشيء نقوم بعمل الثقة الرابعة نقوم بعمل الثقة نقوم بعمل الثقة نقوم بعمل الثقة نكمل الخدمة عادي نفس الشيء نقوم بعمل الثقة نكمل الخدمة عادي بعمل الثقة نقوم بعمل الثقة نقوم بعمل الثقة عادي كما تعرفون نكمل الخدمة نفس الشيء يعني الثقة الثقة تبقى بعمل الثقة بدأت تكتبان الشكل والطريزة بدأت تكتبان في النظرة كما تشوفوا تأتي عندها واحد اللماء و واحد الباريق سنكمل بحال الخدمة حتى الاخير للبياسة كما تشوفوا خدمت شوية لكي تشوفوا وريب حال الوقت لا يسمح لكي نطولوا الفيديو أكثر الخدمة منظهرها تأتي بهذا الشكل سوف تأتي بهذا الشكل والحرير يأتي بهذا الشكل سوف تأتي بهذا الشكل حتى الجوانب الخدمة لا يوقف هنا في الوسط الخدمة أتمنى الفيديو والطريقة تكون لكي نالت الإعجاب وتكونوا استفدتم معنا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة